اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقرارات بناءة تعزز التضامن العربي ووحدة الصف والنهوض بقدرات الامة وامكاناتها السياسية والاقتصادية وحماية امنها القومي وتلبية تطلعاتها على طريق التقدم والتنمية المستدامة ودع الجانبان الى تهدئة الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط وتجنب التصعيد العسكري وتغليب الحلول الدبلوماسية وتسوية النزاعات كافة بالحوار والتفاوض كما دع الجانبان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الوقف الفوري لاطلاق النار في قطاع غزة بما يحفظ ارواح المدنيين ويوفر لهم المساعدات الانسانية والاغاثية الضرورية دون عوائق واكد خلال المباحثات ضرورة التحرك الدولي الفاعل من اجل ايجاد افق سياسي حقيقي لتحقيق السلام الاقليمي العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة واقامة دولاته المستقلة على اساس مبدأ حل الدولتين كما اكد جلالة الملك المعظم ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة اهمية مواصلة التشاور والتنسيق وفق رؤية استراتيجية موحدة تنشد تحقيق المصالح الاخوية لكل البلدين والشعبين الشقيقين وتقوية روابط الاخوة الخليجية والعربية والتعاون الدولي في نشر السلام وقيم التسامح والتآخي الانساني واكد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاء بمناسبة زيارته الاخوية الى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة اعتزازه بالروابط التاريخية الوثيقة والمتميزة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين مؤتمني جلالته لدولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا دوما التقدم والازدهار هذا وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله رافقت حضرة صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال اشتركوا في القناة